عد واحد من خوارج السلفية الوهابية قال قال لي على الوسأب قال أنتم النبي صلى الله عليه وسلم لو خرج لش مأز منكم أو لا تبرأ قال لا تبرأ الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلا تعالوا نستمع إلى هذا الوهابي حسام الحمايدة طبعا هذا الوهابي الخارجي رد عليه كثير من علماء أهل السنة وأرى لدكتور وليد الصلاح ردود قوية يعني حقق برهانية وتمحيص وتدقيق رد عليه فضحه فضح هو وغيره من خوارج السلفية الوهابية لذلك أنا أدعوكم لمتابعة قناة الشيخ الدكتور وليد الصلاح لمن أراد التمحيص لمن أراد فقط الحقيقة يعني تمحيص وتدقيق في كتب علماء أهل السنة المهم هذا لفت انتباهي الآن قال نصيحة لكل الأشاعر تعالوا نستمع ما هي النصيحة نرد عليه شوفوا أولا صورهم أقسموا بالله أن صورهم عليها سفعة من الشيطان صدقوا شفتوا يقرب أن تجرد كتب الكتب الستة أهل السنة يعني البخاري مسلم الترمذي النساء يعني هذا أحمق استغفر الله العظيم لو لا شيبته يعني ساذق هذا هذا الدليل على أنه شوف ما يقالسوا أهل السنة والجماعة ولا عارفين بأهل السنة والجماعة الأشاعر والماتري دي قال لك الكتب الستة يعني مش عارف على أننا كل سنة لدينا جمع في فتح صحيح البخاري حتى نختمه على يد مشايخنا جمع يحصل جمع تعرف ايش معنى جمع جمع رهيب يحصل سنويا وكذلك في بقية الدار المصطفى أو غيرها صحيح البخاري يختم صحيح مسلم يختم سنن الترمذي تقرأ على أيدي المشايخ حتى تختم سنن ابن ماجة كتاب المطلق للإمام مالك أبي داود هذم خمع هذم يحسبون أنفسهم على أنهم هم المسلمين وهم العلماء وهم أهل هم يحسبون أنهم هم أهل الأثر وهم الأهل الحديث سدق هذا بسبب أنهم ينقلون عن علماء أهل السنة نقل يقرؤون عن الأشاعر والماتريدية من كتب أسيادهم والخوارج فقط قال لك اقرأ الأمهات السيد مش عارف أنه سنويا ونحن نختم هذه الكتب ختمناها أكثر من مرة يعني أنا أقول لكم سنويا صحيح البخاري هذا يختم عندنا صحيح المسلم يختم كتاب الموطة الإمام مالك شرحه سيدنا الحبيب عمر أكثر من مرة سنن الترمذي تابعوا 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 الحبيب عمر وغيره من علماء أهل السنة من علماء الحديث على قناة الإرث النبوي وانظروا خاصة في شهر رمضان انظروا مجالسنا في شهر رمضان بعد صلاة الفقر نصلي الفقر وانظروا نستمعوا إليه بعد صلاة العصر في درس وبعد صلاة العشاء دروس محمدية كتب علماء أهل السنة والجمعة خلقك يقرأ الأمهات السيدة نقرأ الأمهات التاسعة مش السيد فقط يعني متل سيعقل هؤلاء بالله عليك ما يشوفوا أنفسهم يعني شوف بالله عليك على صور ما يشوفوا على أنفسهم يقول لك شوف بعدين ايش بتقد نور الوحي ايش من نور يا بني النور مش هو كلام تتكلم به فقط النور هذا حينما يكشف لك الحجاب فترى بعين قلبك المغيبات أو عالم الغيب تعال تحدث عن النور هنا نقول والله لك أنت من أهل النور أما ما تشوفوش النبي صلى الله عليه وسلم النبي ما النبي أنتم محرومين من يعني عد واحد من خوارج السلفية الوهبية قال قال لي على الوساب قال أنتم النبي صلى الله عليه وسلم لو خرج لش مأز منكم أو لا ايش لتبرأ قال لتبرأ منكم قلت له حاشى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهو قدنا حاشى أن يتبرأ من عترته ومن أحفاده ومن أولاده حاشى أن يتبرأ من عترته صلى الله عليه وآله وسلم لكن ربما يخرج يتبرأ منكم بعدين قلت له أما يكفيك أنه قد تبرأ منكم وهو في عالم البرزخ يعني طالما أنكم لا ترونه مناما هذا دليل على أنه ما يشتيه شوفكم أصلا متبرأ منكم لكن تعالي يا أهل السنة والجمعة أصغر طالب عندنا أصغر طالب يرى النبي صلى الله عليه وسلم أبارك بالعلماء المشاهد يرىه مناما أبارك يقضاه يقضاه هذا عندنا نحاق الصالحين من فتق قلبه وتنور قلبه وفتحت بصيرته يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقضاه اشتقيت حاجقنا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول شيء القطب الرباني أبو العباس المرشي قال لو غاب عني رسول الله ليلة ما عددت نفسي من المسلمين يعني تصور هذه المقولة ما يقولها إلا السادة الصوفية طلبة التصوف حينما يرون أن الشخص الواحد ما يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجع سلوكه مع الله تبارك وتعالى الطالب الصغير عندنا المريد كما يقال المريد إذا ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم مناما يتهم سلوكه في خطأ في هناك خلل إما في قلبه إما في سلوكه لماذا؟ لأن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم عندنا من ثمرات الإيمان ثمرات الإيمان لا يرى إلا الصالحون ورؤياه حق تعني ما معنى رؤياه حق يعني لولا أن العلماء لاحظوا لولا أن العلماء وصفوا الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حال الحياة يقضة أيش معنى يقضة؟ يعني بروحه وقسده في حال قالوا هذا صحابي لو كانوا ما ضبطوا هذه المسألة لقلنا على أن من رأاه بروحه كذلك صحابي تضح هذه المسألة لكن خلاص طالما أن علماء الأمة الإسلامية اجتمعوا أجمعوا على أن الصحابي هو من يرى رسول الله يقضة معنى بروحه وقسده يعني رآه الصحابة بروحه وقسده مش بروحه فقط ولا مناما فقط وإلا لو كان لم يصطلحوا على هذا المصطلح لكانت رؤيته لمن رآه يقضة بروحه كان من الصحابة فأنتم تظنون على أن يعني أهل السنة والجماعة بعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم ألاك أنت ألاك والله أنكم خبل أنتم ممسوسين ممسوسين عقلا ممسوسين فهما ممسوسين فؤادا كل لديكم مسج شيطاني لأنكم قرن الشيطان ولذلك أنا نصيحتي لك وأدعوك أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى أولا من عقائد خوارق قرن إبليس السنفية الوهابية أدعوك إلى التوبة من عقيدة التشبيه والتقسيم خاصة هذه العقيدة هي التي أصلا جعلتكم مارقين من دين الإسلام فقط اعتقد بعقائد لا أقول لك الأشاعر والماتريدية مع أنهم كلهم سواء لكن من ناحية المصطلح ناهية اعتقد بعقيدة فضلاء الحنابلة اقرأ كتب الحافظ شيخ الإسلام بن القوزي الحنبلي كتاب دفع شبه التشبيه ويعني وخليك مع هذا الكتاب يكفيك أصلح عقيدتك بهذا الكتاب وبعد ذلك تعال حديثنا عن النور نور الوحي وعن الأنوار وعن ندري أيه تمام يا وهابي يعني حاول أولا أن تصلح عقيدتك يعني طالما أنك الآن بعيد عن الدين بعيد عن الإسلام بعقائد التشبيه والتكسيم والزندقة فأنا أقول لك لن تعرف النور تماما إلا مقرد فقط هطرق باللسان السلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر